البتاعة دي ده عمرنا وإحنا بنرميها طلعت كنز رباني حرفيا لا يقدر بملايين من النهاردة مستحيل ترميها تاني ده طلعت كنز أيوة زي ما بقول لكم كده يا جماعة البتاعة دي اللي بتبقى جوة الفيل في الأخضر طلعت كنز وإحنا كنا بنرمي طول عمرنا وكنز كمان إيه لا يقدر بملايين صلى على نابلة أول مرة تشوفوني أنا اسمي إسراء فتح وتعالوا يلا بصراحة نشوف هنعمل إيه بس شاركوا الفيديو واتغطوا لايك وكومنت حلو زيكم شجعوني فيه أول حاجة كده يا جماعة لما يبقى عندك فلفل أخضر أو كل يوم الصبح أول ما تصح من النوم هتجيبي تلات قرون من الفلفل أخضر أو قرنين وهنبدأ كده إن إحنا نشيل البتاعة اللي وردية وناخد إيه البزور اللي جوة الفلفل وما ترميش البتاعة دي علشان كنز هقولك هنعمل بها إيه دلوقت هبدأ بس كده أخد كل البزور اللي جوة الفلفل اللي وقع أصلا من البتاعة دي كنز أنا عايز أقول لك كنز النتيجة صدمة هنبدأ بقى إن إحنا إيه أنا هنا عملت القرن التالت هبدأ بقى كده يا جماعة إن أنا أجيب البتاعة ديت وابدأ كده شايفين البزور اللي فيها ديت كنز 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 هبدأ كده إن أنا أخد كل البزور اللي فيها بالطريقة دي فراتها كده في الطبقة طبعا الموضوع ده هنعمله لمدة تلاتين يوم بالزبط كل يوم ما تقطعيش لا هو كل يوم هتعمليه لمدة شهر يعني لمدة تلاتين يوم بالزبط كده خلاص أنا أخدت كل البزور كل الكنز هبدأ كده أجيب كباية وابدأ أنقل كل البزور ديت للكباية أيوة زي ما بقولك البزور اللي طول عمرنا بنرميها طلعت يا جماعة كنز كنز فعلا لا يقدر بملايين صلى على النبي اكتبوا لي في الكمينتاب اتبعوني من أي بلد أو من أي دولة بالزبط وأكيد أهلا وسهلا بالجميع لايكوا شير واشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد بعد كده أحط عليها معلقة من الكمون والكمون اللي أنا هستخدمه هنا لازم يكون كمون حصة وصلوني للمليون مشترك رجاءا كل اللي حست أن هو بيستفاد من فيديوهاتي اشتركوا في قناتي وبعد كده هستخدم معلقة من الشمر ناس كتير سألوني في الكومنتات ايه هو الشمر يا استراء يعني ناس في المغرب وفي تونس هو زريعة البسباس هو عندكم في المغرب تقريبا اسمه كده زريعة البسباس لكن عندنا في مصر هو اسمه الشمر فأنا استخدمت بزور الفلفل معلقة من الكمون الحصة ومعلقة من البسباس أو نقدر نقول معلقة من الشمر بعد كده هنصب المياه المغلية فوقهم هقلب بقى كويس لمدة دقيقتين بالزبط وبعد دقيقتين هبدأ أنه نغطي الكوباية واسبها على الرخامة لمدة عشر دقايق بالزبط يعني كل يوم ما تسحم النوم هتعمل أو هتعمل الوصفة دي للشباب والبنات اللي أنا بعمله ده وهتغطي الكوباية وتسيبوها عشر دقايق بالزبط ولسه للوصفة تكملة مهمة جدا جدا وإضافات أهم من كل اللي فات هغطي الكوباية واسبها لمدة عشر دقايق وبعد عشر دقايق بالزبط احنا بنغطي الكوباية طبعا عشان زيوت الطيارة اللي موجودة في كل المكونات هنبدأ نجيب كوباية تانية وهبدأ استخدم معلقة صغيرة ومنخلي التفاح بعد كده هبدأ أصحب بفوق الكوباية كل المكونات اللي في الكوباية اللي احنا سيبناها عشر دقايق طبعا كنز كنز دي كلمة قليلة فعلا ده بقى هنرمي أو لو عندك زرع في البلاكونة تقدر تستخدميه كسماد للزرع تعال لما نشوف بس الوصفة الأساسية هنبدأ بقى نجيب شريحتين من لمون وحطها في الكنزة ده ايوة كنزة زي ما بقولك وهنعرف ليه دلوقت كل يوم أول ما تسح من نوم أو كل يوم أول ما تسح من نوم هتعملكوا بادي لمدة 30 يوم بالزبط باستمرار يعني مفيش حاجة اسمها يوم ويوم لا كل يوم لمدة شهر لمدة 30 يوم وعلى الريق لازم على الريق تتشرب مرة واحدة في اليوم على الريق لمدة 30 يوم هتعمل ليه إسراء دي بقى هتخسسك ربع وزنك بالزبط مش مجرد فيديو بعمله ولا مجرد كلامه خلاص بقوله ولا أي حاجة خالص لا هي فعلا هتنزلك ربع وزنك وهتقولي ودعا للأدوية وللتكميم وللفلوس الغالية اللي بنتفحها في الأدوية جارة بيها وأشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة